مينيماكس هي شركة من الشركات القوية في مجال إنتاج الفيديو بالذكاء الاصطناعي من خلال هايلو اي اي مينيماكس عملت منصة أخرى ممكن يكون البعض مش بيستخدمها ولكنها منصة مهمة جدا هي منصة إنتاج الأوديو بالذكاء الاصطناعي مينيماكس أوديو حيمكنك أن انت تنتج صوت زي بالظبط ما بتستخدم 11 لابس وفيه كمان استنساخ الصوت من خلال هذه المنصة وبيدعم اللغة العربية متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة النهاردة ان شاء الله حنتكلم عن مينيماكس أوديو وهحط لكم الرابط في الوصفة أسفل الفيديو الواجهة الخاصة بيه المنصة سهلة جدا هتخش بيه جيميل بتاعك وأول ما تخش هيديك 10,000 كريدتس 10,000 نقطة بشكل شهري هتبتدي ان انت تستخدمهم ولما تخلص بتبتدي ان انت تشتري نقطة فنبص على الواجهة الخاصة بيه المنصة احنا عقفين عند الهوم تاب هنا بتبتدي تكتب التكست اللي انت عايز تحوله بأي لغة بيقولك انه بيدعم لغات عديدة ويبتدي ان هو يحوله لك لـ AI Voice هنا بيديك شوية امثلة tell a story create a commercial build an AI tutor ولو انت مسلا سي وقفت على اي حاجة من دول هيبتدي انشاء لك اوديو دي كانت النتيجة وده مثال من الامثلة الدقيق الصوت معبر انا متوقعة بصراحة ان هو في اللغة العربية مش هيكون معبر ولا هيكون بهذه الطريقة لكن باللغة الانجليزية النتيجة جيدة جدا وطريقته هو بيحكي فعلا هو بيقول قصة او بيحكي قصة هنا بالنسبة ليه المادلز المستخدامة في عندك speech o2 hd وايضا ال speech o2 turbo وهنا بيقولك وفي ايضا ال speech o1 hd وبيقولك كل واحد مناسب لايه في الاستخدام الفاست مثلا generation والhigh quality مثلا عندي speech o1 turbo لو انت عايز تجربه وهنا انت بتختار ال voices هنا my voices اكيد دي ال voice اللي انت بتعمل لها استنساخ وفي library هنا بالنسبة لي المكتبة الموجودة فمن الافضل من وجهة نظر ان انت تعمل كلون لصوتك باللغة العربية افضل وتستخدمه لان زي ما قلتلك انت هتلاقي off the language في لغة عربية هنشوف دلوقتي مع بعض اللغات الموجودة عندك هنا بالقرابيك هتلاقي عندك لغة يعني اتنين بس friendly guy و calm woman وانا بصراحة يعني جربتهم يعني انا شايفة ان هم مش جيدين بالقدر الكافي ولكن هو بيدعم اللغة العربية ممكن نجربه دلوقتي مع text هنا ايضا ممكن تلاقي create a commercial ad لو انت عايز تعمل حاجة commercial زي ad ممكن تستخدمه we build an AI tutor لو انت عايز تعمل صوت لتويتر او مدرس hey everyone welcome to our english tutorial channel today we're diving into easy everyday phrases that you can use in conversation we'll practice together and explore how to sound more natural when speaking english here هبتدي احط text يعني نسخة باللغة العربية وهنا هختار يكون speech o one turbo ده النموذج اللي هستخدمه معي وهنا هجرب العربي ونختار بصراحة يعني اللغة العربية يعني تعبانة قوي بتاعته بس هجربه use وهبتدي اشوف generate حيديني ايه emotion ممكن اخلي emotion بتاعته surprise ممكن اتحكم في الاسبيد ويحرفع الفوليوم شوية هنا بالنسبة لي credit usage preview ال turbo one character بيسوي 0.6 credits يعني كل character بيستهلك 0.6 credits بيقول لي هنا انت عندك مئة وتسعة وعشرين التوتال 78 وحبتدي ان انا اقول له generate ونشوف حيديني ايه الحضارة المصرية الحضارة المصرية هسمعكم اللغة العربية هي واحدة من اقدام واعظم الحضارات التي عرفتها للأسف اللغة العربية بتاعته تعبانة جدا 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 زي ما احنا شايفين عشان كده الافضل ان انت تعمل كلون ودي الخطوة اللي احنا هنعملها المرة الجاية هبتدي ان انا اروح مرة تانية اخد الكلام ده copy كده وابتدي اروح على ال home مرة تانية واروح لي الكلون try now وابتدي ان انا اعمل record للاوديو اوقف التسجيل لو في background noise انا ممكن انا اعلم على ده عشان يريموف ال background noise هسمي الصوت مروح وهنا اللغة هي اللغة العربية وهنا لازم تدوس على الشروط ان انت بت confirm ان انت عطيله ان هو يعمل generate للصوت وحتدي اقول له convert هيعمل converting نفس التكست copy هروح احطه based هنا وهبتدي في الصوت اروح لي my voices عشان اختار الفوز بتاعي وابتدي اعمل generate ونشوف النتيجة هنا بالنسبة لي volume هزوده شوية surprise ممكن اخلي اوتو وهبتدي اعمل generate ونشوف الحضارة المصرية القديمة هبتدي اعمل download عشان تسمعوا الصوت الحضارة المصرية القديمة هي واحدة من اقدم واعظم الحضارات التي عرفها التاريخ البشري طبعا الصوت قريب من صوتي ممكن يكون مثلا بنسبة 60% ولكن هو افضل ان انا استخدم الاصوات بتاعتهم بصراحة فالافضل ان انت يعني تسجل وطبعا كلما هتسجل اطول كلما كان افضل يعني الكلون او الاستنساخ هيكون افضل وحيكون احسن ده بالنسبة لي clone voices ايضا موجود للvoice isolator ومن اسمه كده voice isolator انت بترفع الاوديو بتاعك وبيكون حجم ملف الاوديو لحد 500 ميجا بايت وماكسمم 300 ثانية وهو بيبتدي ان هو يعني يعمل عزل اي نويز موجودة فيه الخلفية عشان الصوت يبقى بيور والكواليتي بتاعته والجودة بتاعته تكون افضل او حتى تستخدمه عشان تسجل بيه اوديو وتضمن ان الصوت اللي طالع لو فيه الخلفية اي نويز يقدر ان هو يشلهلك بالنسبة ليه الادوات الموجودة داخل minimax.io audio زي ما قلتلكم هو فيه منه الفيديو وفيه كمان الشات ممكن ان انت تستخدمه في الشات داخل minimax وده فيديو اخر عندك deep seek r1 موجود وفيه كمان نموذك اسمه minimax text 01 هنبقى ان شاء الله نجربه في فيديو اخر اتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة على قناة كل يوم موقع جديد بنحاول اقدم لكم كل جديد مفيد فياريت ما تنخلش علينا باللايك والشير والكومنت علينا باللايك والشير والكومنت ولكنت بتشوفنا الاول مرة وعجبك المحتوى بتاعنا ما تنساش تعمل subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته